السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم ان شاء الله غنشوفوا طريقة تحضير فلون بالكرامل كيجي شبيه كريم كرامل كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينا الاعجاب ديلكم واذا عجبتكم الوصفة متنسوش تخليولا لايك واذا كنتو كتزوروا القناة الاول مرة وبغيتو تنضموا لينا معلكم الا الضغط على زر الاشتراك متبوع بالجرس باش توصلوا معنا دائما بجديد القناة وغنحتاجو كمقادير نصف لتر الحليب عادي وكأس متوسط دات السكر حبيبات وخنشات فلون عادي اللي كنشريم عند بقال هادا الدرهم انخلطو الفلون مع الحليب بشكل جيد فحالي كنحضرو الفلون عادي بالنسبة للسكر فهاد الكأس هادا خدالي ستاح ثلث بعد مع لقض السكر ما بغيتوش اتعجد لتعبرو بالكسف لانا غنحتاجو نصف ديالو للكراميل والنصف الاخر غادي نضيفوه للفلون لذا نحركنا الفلون مع الحليب نخلي وهي جانبا وناخدو واحد الايناء اخر يكون صغير شوية ونوضعو فيه السكر حبيبات ونوضعوه فوق النار هادئة حتي اه حتي اتعسل او حتي اتكاراميليزا بالنسبة للفلونتا هو غنوضعوه فوق النار متوسطة حتي يوجد كيف كتشوفوه بدا شوية كي يدوب هكدا نستنو عليه شوية حتي يزيد يدوب وحنا كنحرقو الكسر اللي بيدنا هكدا وبعد غد نحرقو بالملعقة ماشي مشكل دائما مرهادئة جدا ونبقوا نحركوه هكدا حتي يدوب السكر تماما ويتغير اللون دياله ومنستنوش عليه حتي يتغلق اللون دياله غير شوية غير يعني غير يدوب السكر نوقفوه لانه من بعد كي يزيد يتغير اللون دياله كيف كتشوفو معايا صافي هاوات فينا لوخة داك اللون دياله كي يزيد كي يتغير حيت ما فيهش الماء كنوضعوه النصف في الإناء اللي غنوضعوه فيه الفلون بهذا الشكل هدا ونوزعوه شوية هايدا والنصف الثاني غادي نزيدوه الفلون كيعطيه وحنكها رائعة نضيفوه شوية بشوية لانه اللي غادي نضيفوه كي يغلى شوية يعني كي يطلع صافي نضيفوه الكيمياء اللي بقتنا وحنا كنحركوه وخيبلكوه بانهو تحجر شوية ماشي مشكل فهو كيعاود عاود يدوب غين بقاو نحركوه شوية بشوية هاكدا والاحسن ما نضيفوهش فوق النار حيت كي يفيد بزاف فغير هاكدا برا وحنا كنحركوه بقاو نحركو شوية بشوية حتى كيرجع يدوب السكر كيف كتشوفوهش كيف كي عمل ماشي مشكل ما تخافوشي غين سمرو هاكدا فتسحرك فهو غادي دوب سخانة غايد دوب كامل صافي ملكا نحسو بهدى بها وما بقاوش مرة حبيبات ما بقاش قصح دب تماما في الحالي بسخن هاكدا نوضعه فوق فوق الكراميل اللي وجدنا ونخلي واحدة يبرد تماما يقو واحدة نسف ساعات اربوع ساعات نسف ساعي برد برا عدنا ندخله لتلاجة باش يبرد مزيان هاد الرغوة هادي بنسبة بغيتو تزولوها زولوها ما بغيتو شي ما تزولوها شي فهي كنقلبوها التحت وها هو وجد تقريبا بعد ما خليته جز ساعات في التلاجة نقلبوه في طبق التقديم اللي غاد نقدموه فيه وها هو الفلون دينا جاهز نقدموه بالصحة والعافية كيجي من اروع ما يكون كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينالاعجاب ديلكم ما تنسو تشجعوني ودعموني باش نستمر ونقدم شوية هكذا تشجعوني ننزل فيديوهات اكتر ما تنسوش لايك دائما وكنسنا تعليقاتكم وانا هنا كنقلكم كيف ديما بصحة والرحة والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله